شكراً سيدتي وسادتي الزملاء الأعزاء نيابة عن وزارة الخارجية الروسية أرحب بجميع الحاضرين المشاركين في هذا المنتدى منتدى الصحفي البلدان الإسلامية ضد التطرف ففي ضوء الأعمال العنفية والمتطرفة التي تقوم بها داعش فإن هذا المنتدى له أهمية خاصة لقد اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتحدث في الأم المتحدة بتكوين تحالف دولي شامل في مكافحة الإسلام المتطرف إن روسيا مستعدة للتعاون مع أشكال التعاون التي ستكون في مصلحة الجميع إن مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي تعتبر دراسة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والتطرف اتجاهنا أساسيا لنشاطها ففي المؤتمر الذي انعقد قبل شهر في موسكو قد وضع أساسا لسلسلة من اللقاءات المكرسة لمناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب الدولي فإن خبراء الذين حضروا في ذلك المؤتمر من بلدان مختلفة أصدروا مجموعة من الوثائق الهامة أما الهدف الأساسي للمنتدى الحالي هو مناقشة السياسة الإعلامية في مواجهة التطرف الديني ونحن وإن العمل على تجنيد الشباب لخدمة التطرف الإسلامي يشكل ظاهرة خطيرة كما إن المفكري هذا التطرف الإسلاموي يعملون كل ما في وصحها لترعيب الناس ولجاذب الجماهير وخاصة الشباب لنشاط الإرهابي فإن مواجهة مثل هذه الجهود إنها مهمة قبل كل شيء المسلمين أنفسهم فعليهم أن يدافعوا عن هويتهم وطبعا المسلمون لا يريدون أي تدخل خارجي في شؤونهم الداخلية ونعتقد إننا سنناقش كل هذه القضايا وسيقترح المشاركون في هذا اللقاء الأسليب الفعالة لمواجهة التطرف وإنكم تعرفون الأوضاع في بلدانكم بشكل جيد وكما نعتقد ستساهمون في هذه المواجهة وأتمنى لكم عملاً مثمراً وشكراً اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر